زيارة فوق العادية لوضع النقاط على الحروف ومناقشة ملفات معقدة ربما تتجاوز في بعدها الإقليمي أنقرة وبغداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل العراق لأول مرة بعد 13 عاما لمناقشة أكثر من ملف شائك على رأسها الأمني وليس أقلها ملف المياه والاقتصاد والتجارة الدولية المتمثلة بطريق التنمية سبق هذه الزيارة جولات دبلوماسية مكثفة من مسؤولي أنقرة إلى العراق مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات حاملين أولوية مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا وإنشاء منطقة آمنة لضمان عدم شن هجمات من العراق إلى تركيا وتأتي زيارة الرئيس أردوغان لبغداد وأربيل لتوقيع على أكثر من 30 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب أبرزها الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون بين تركيا والعراق والتي تتفرع منها خمس لجان هي الأمنية والمياه والاقتصادية والطاقة والنقل تطبيق مذكرات التفاهم على أرض الواقع قد تصطدم بعوائق تتعلق بالحالة الأمنية والسياسية في العراق كما يقول مراقبون فما عدل المشاريع الاقتصادية وملف المياه التي من الممكن حلحلتها تأتي معضلة حزب العمال الكردستاني بسبب ارتباطاته الإقليمية التي تعبر العراق والحديث هنا عن إيران التي حولت ميليشيا بككا مقرها الرئيس إليها حيث تستخدمها طهران كأداة ضغط إقليمية كما أكد موقع نيولاينز الأمريكي تحقيق الأمن أولا هو مفتاح حل القضايا المتبقية هذا ما يقوله باحثون في الشأن السياسي وتؤكده وقائع الاتفاقيات الاستراتيجية بين الدول ولهذا فإن أنقرة مصرة على المنطقة الآمنة وضرب بؤر البككا ليبقى السؤال فيما إذا كانت حكومة السوداني تمتلك قرارا سياديا يخولها التعاون مع تركيا لفرض الأمن هذا ما يشكك به مراقبون إذ سبق لحكومات بغداد المتعاقبة من ذنور المالكي مرورا بالكاظمي أن تعهدت بالتعاون مع تركيا في هذا الملف لكن ذلك لم ينفذ بسبب الارتباط الوثيق بين ميليشيات الحشد والبككا برعاية إيرانية وعليه فإن السوداني سينتظر ضوءا أخضر من طهران بشأن ما يمكن اتخاذه كما يقول مراقبون ترجمة نانسي قنقر